السلام عليكم طلابنا العزاء اليوم عندنا المختبر الثالث مختبر الفسلجة هذا المختبر رح يكون بعنوان Bleeding and Clothing Time Bleeding اللي هو النزف حساب الوقت اللازم لإيقاف النزف و Clothing Time هو الوقت الكافي لإيقاف أو لتكوين الخطرة نجي بالبداية فتعريف بسيط اللي هو المصطلح رح تسمعوه هواية هي العملية التي تتطلب من عندنا حتى نوقف نزيف الدم عن اليوم إذا جرحت إذا تعرضت إلى حادث إذا صار عندي جرح بالبلاد فسل بالوعاء الدموي لازم الجسم ما تقوم بعملية الهيموستيس حتى يوقف هذا الدم اللي يده نخسره وبالتالي إذا الدم موقف ومقلة خسائر ممكن يؤدي إلى وفاة المريض وبالتالي هذا الشيء جدا أساسي وهذا فد فيزيولوجيكال بروسس أساسية لبقاء الإنسان على قيد الحياة أثناء تعرضها إلى جروح أو تعرضها إلى أي مشكلة من المشاكل اللي قد تؤدي إلى نزف أو جرح بالوعاء الدموي البلاد فسل زين صار عندي جرح أنا اليوم داعش تغل شغلة بدست على فد شي جارح المهم صار هسا أدي جرح هذا الهيموستيس اللي قلنا اللي هو عملية إيقاف النزف هذا الهيموستيس يمر بثري ستيجز ثلاث مراحب حتى يوقف الدم وكل خطوة تكون بتسلسل فعدي الخطوة الأولى رقم واحد هي شباب معناها معناها تقلص تقلص الوعاء الدموي يعني في مكان الإصابة وين أنت نجرح عندك البلاد فسل رح يصير عدي ما هذا الوكال بازو كونستركشن شي يقول يقول أنت لما تتعرض إلى جرح بالوعاء الدموي رح تصير عندك خربطة بالجدران ما للوعاء الدموي وبالتالي هذا رح يؤدي إلى طبعا هي عملية معقدة بس يا شباب نحاول نختصر أفضل من أنطيك معلومات كل شو هوايا وحظل متفتهم الموضوع فأني مختصر كل شو هوايا بالكلام فمن رح يصير عندك جرح الوعاء الدموي نجرح رح يصير عدة تؤدي إلى أفراس عدة مواد كيميائية تؤدي هاي المواد إلى اللي هي الصفايحات الدموية المسؤولة عن التخثرات هاي اللي بلايتليت رح يصير بيها تهدم أو انحلال هاي اللي موجودة بالدم بسبب هاي الرغولاراتيز صار بيها ربشة تفلشت تفلش أو انهدام هاي البلايتليت رح يؤدي إلى أفراز مادة اسمها سيروتونين وهو هاي الأساسية عندي بهذه المرحلة هاي مادة السيروتونين تروح على المسلز اللي موجودة بالبلاد فصل طبعا اللوكل في مكان الإصابة وتسوي لها فازو كونستريكشن ليش؟ لأنه السيروتونين هي مادة لما تروح على البلاد فصل تسوي لها فازو كونستريكشن هاي المادة وين كانت موجودة؟ جانت موجودة بالبلايتليت ولأنه البلايتليت موجود تصار بها رابشة انفرزت السيروتونين والسيروتونين ستسوي بازو كونستريكشن طبعا هذا البازو كونستريكشن هو عن طريق تقلص العضلات اللي موجودة بالبلاد فصل وبالتالي القطر ما للوعاء الدموي سيقل القطر مالuve هاي بزها يصغر وبالتالي من detلك من أصغر الديامتر قل كمية الدم اللي ده تجري بهذا المكان هذا البلد فلو اللي هو جريان الدم بهذا المكان رح يصير به رديوز رح يقل وبالتالي من قل عدي جريان الدم نوعا ما قللت من النزف لذلك هو يقول جزئي رح يسوي لي إذن أنا هاي الخطوة هي مهمة مهمة أنني قللت من كمية الدم اللي ده أخسره لكن هو هيوقف نزف مية بالمية الجواب لا فيذلك يعني يحتاج إلى ستب تو ستب تو يقول تكوين تنبراري هيموستاتيك بلغ تنبراري مؤقت هيموستاتيك بلغ خثرة خفيفة مؤقتة هاي الخثرة خفيفة مؤقتة شو رح تيجي نرجع نقول يعني ما أدي بلد فصل صار بي انجري الجدران الخاري العفو الجدران الداخلية لهذا البلد فصل تتكون من طبقة من الخلايا إذا تذكرون بالهيستولوجي نسميها اندوثيليوم الطبقة الباطنية أو الطبقة المبطنة للوعاء الدموي هذا الاندوثيليوم مو صار بي جرح نحن مو قلنا راح صار عندي انجري أو كت بالبلد فصل فهذا الاندوثيليوم من الجرح اكو طبقة من الكولاجين موجودة بمكونات الاندوثيليوم هاي طبقة الكولاجين اللي اتعرضت الى الدمج راح تصير اكسبوز معرضة للسطح يعني اللي راح تصير الى دمج الاندوثيليوم وهذا راح يعدي الى اعتراكي zweite الايد عاني صار عندي جرح الكولاجين ما البلد بسو صار كونتاكت واللead الكولاجين هيسحب بلايتbe باتجاه و راح يسحب بلايتitte راح يدي الى تحرير أو تكوين ماooooit سيروتونين وأدرب السيروتونين نحن نعرفه اللي راح نسوي لفازو كونستركشن الـ ADP Adenosine Diphosphate هاي المادة هي راح تؤدي الى جذب بلايكليت اكثر يعني راح تجيب تسحب بلايكليت باتجاه الصفايحات الدموية وهاي الصفايحات الدموية جوي كل شو هواية يعني عدي هواية ADP راح يقوم واحدة تنزك باللو stick to the injured vessel to form white block راح يلزقون الـ platelet واحد بالله وحيسوولي مثل الغطاء او خثرة لونها ابيض مؤقتة وهي نسميها hemostatic black that reduce temporary the lose of blood طبعا اني داحتي اذا كان عندي جرح بسيط اذا جرح خفيف هاي الـ step 2 كلش كافي حتسدلي البلاد vessel الى ان نصير عملية ترميم سريعة للانجرد البلاد vessel لكن اذا كان عندي جرح اكبر هاي الـ step 2 وهي حتقللي من البليدينج لكن احتاج step 3 step 3 هي الاساس هي راح توقف كل شيء لكن مشكلتي شنو step 3 تأخذ وقت وتتأخر على ما تتكون step 3 clotting formation تكوين الخثرة الخثرة اللي حتسد البلد فصل نهائيا كلوت is formed in the plasma by converting of soluble plasma protein اللي هو اسمه fibrinogen to insoluble form fibrin الكلوت تعتمد على تكوين خثرة هاي الخثرة مين تجي سبحان الله تظهر فجأة ليش؟ لانه احنا بالدم عندنا مواند بروتينية ذائبة بالدم يعني تسبح بدنم هي بشكل يعني ذائبة يعني ذوبانية موانتها عالية فبالتالي هي مو firm مو solid هي soluble هاي soluble plasma protein اللي هي اسمها fibrinogen لما نتعرض الى خلل لما عندي blood vessel ينضرب راح اضطر احاولها الى insoluble form insoluble معناه غير ذائب وهاي الفابرينوجين من تتغير من soluble الى insoluble نمسح الوجين ويصير اسمها fibrin فابرين شنو هاي الخيوط اللي يكون كلش قوية واللي راح تسد لي الجرح او مكان الاصابة اللي دايطلع من عدها دم فاذا انا حولت الـ soluble الى insoluble fibrinogen into fibrin هذا الفابرين اللي تكون الخيوط بالبداية تكون هشة يعني سهلة انه تتقطع او سهلة انه الدم يجري من خلالها فش احتاج احتاج احولها الى شبكة قوية احتاج احولها الى خيوط قوية جدا ما تخلي اي دم بعد يعبر فش احتاج احتاج الى تحويل الفابرين الى فابرين تايت فابرين تايت معناه كلش قوي هاي العملية تتطلب من عندي توفير مادة اسمها فاكتر 13 هاي الكلوتينج فاكتر بنتوا اكيد سامعين بيها وتعرفوها عوامل التخثر كلوتينج فاكتر رقم 13 واللي يسموه ايضا فابرين ستيبولايزنج فاكتر هذا بوجود الكاليسيوم هيحول اياه الفابرين من خيوط خفيفة وخيوط سهلة التدمير او سهلة العبور الى فابرين تايت ومن يتحول الى فابرين تايت رح يصير مثل اللزقة على مكان البلد رسل المجروح وبعدها هي السد البليدين اوكي وهو هذا اللي انا اريده طبعا اكو خطوة قبلها اعني هذا الفابرين وجين حيتحول الى فابرين هو اكيد بوجود الثرومبين وهسا نعرف الثرومبين المينجانا هاي الخريطة اللي دائما اتصور انتو كلكم شايفيها وكلكم مطلل عليها بالعلوم العام وجوز بالبيولوجي العام ايضا اخدتوها لما يصير عدي اصابة وشنو الالسطبس اللي يصير اكو عدنا اكسترنسيك باثوي واكو عدي انترنسيك باثوي لما يصير عندي دامج الثنين اتم راح يصير بي اكتيفاشن اوف فاكتر اكس ايضا هو كلوتينك فاكتر رقم عشر هذا الكلوتينك فاكتر رقم عشر هو المسؤول عن تحويل عفوا صوليوبل بلازما بروتين ثرومبين انتو ثرومبين وهذا الثرومبين طبعا احنا نتطلب وجود كاليسيوم الثرومبين حيحول الفايبرينوجين اللي هو السوليوبل بلازما بروتين انتو انسوليوبل فايبرين مش او فايبرين سوليوبل عفوا انسوليوبل فايبرين لوز مش وهذا بوجود فاكتر 13 والكاليسيوم حيحوليها الى بلد كلوت تكون قوية وتكون ستيبلايزد وتقدر تستدلي مكان الجرح نفس الكلام نحنا عدنا دامج بلايتليت او دامج تشوب ريليز ثرومبو بلاستين وثرومبو بلاستين هيحولي البروثرومبين انتو ثرومبين الثرومبين هيحولي الفايبرينوجين انتو فيبرين والفايبرين راح يتدمج مع السيلز ويححسيويلي الكلوتين طبعا تحويل الفايبرين الى تايد فايبرين هو بوجود ستيبلايزين فاكتر 13 وبوجود أيضا للكاليسيوم حسب ما موضح بالرسل حس انا الهناني انطيتكم اذا صار اكو جرح شلو الخطوات الثلاثة اللي حتصير بهالبساطة ما ريد عقد الموضوع اكثر انا اجي حس اريد احسب هذا المريض الدمه تده يتخثر بصورة طبيعية لو لا ليش لانه انا بالطبيعي عندي رقم انه هذا الانسان يتخثر دمه بوقت معين اذا تخثر بوقت اقل معناها جسمه يكون خثرات هذا انا خاف عليه ليش خاصة كبار العمر لانه معناه هذا احتمال يكون خثرة داخلية واحتمال تصعد عده للدماغ تسوي لسكته احتمال تصير بالقلب وسد الشرايين فاني اخاف لهذا الانسان فحنا عادة انش نسوي نمطيه ادوية تقلل من تكوين الخثرة وتسوي تمويع للدم والاكيد انتو سامعين او جوز احد من اهلكم لا سامح الله يستخدم الاسبرين يستخدم الابلافكس والاخره هي من الادوية الوارفانيين ايضا هاي من الادوية اللي نقدر نستخدمها المهم احنا موضوعنا مو ادوية احنا موضوعنا فيزيولوجي ان شاء الله هاي منتصو حدون صف رابع راح تاخذون هاي المواضع كلها راح تعتمدون على موضوع البليدينج والكلوتين زيال فاني راح اجي احسب البليدينج تاني بالمقابل احنا قلنا اذا صار الوقت قليل معناه عنده تخثر قوي بس اذا انتظرت يتخثر وما تخثر الدم معناه هذا عنده نزف وهاي ايضا مشكلة مشكلة اذا كان دياخذ ادوية بصور بكمية عالية اللي تمدع التخثر وبالتالي هذا خطيئة احتمال هو دي زين بس ينجرح بالموس ما يوقف الدم دم يظل يجري ليش لانه ما تقدر يسوي كلوتينج لانه هو ما اخذ ادوية تمدع الكلوتينج او لا سامح الله اذا سامعين الناس ما سامح الله دول الناس خطيئة اللي عندهم مرض اسمه هيموفيليا هيموفيليا هو الدم ميتخثى بسبب انه هو عندهم بالجينات عندهم فقدان لوحدة من العوامل التخثر او مشكلة في الكلوتينج والدهم هذول خطيئة لاازم ندير بان عليهم لازم ننصحهم ما يتعرضون لحوادث او لاي جرح ممكن وهذول ايضا اه دائما نحاول ننطيهم بتبرعتهم ونحاول ندير بان عليهم فهاي حتى اني اعرف بالمختبر او بالمستشفى انه هاد طبيعي او غير طبيعي فعندي تحليليا التحليل الاول اسمه Clothing Time Clothing Time معناها اني راح احسب الوقت اللازم للوصول الى الخطوة رقم ثلاثة واللي هي ضمنتلي تكوين Clothing Fibrin Fibrin Tissue It is the time required for Clothing Formation Normal range هو من 5 الى 8 دقائق اقل من 5 دي تخثر بسرعة اكثر من 8 معناها ما دي تخثر بسرعة صحية Procedure اول شي اجي انظف اصبعي بالكحون هاي مثل ما اخذنا بالوقت براوة انظف اصبعي بالكحون اللبهام واجيب وياها شنو Lancet هاي Lancet واتشك الاصبع بس شنو حاول اتشك شكة قوية شباب حتى يطلع دم هواي طلع عندي الدم راح اجيب Non-hyperonized capillary tube capillary اللي هي امبوبة زجاجية منبوبة جدا صغيرة بالحجم هاي تكون لا تحتوي على الهيبارين لا تحتوي على الهيبارين ليش؟ لان الهيبارين هو يمنع التخثر واني دالين احسب وقت التخثر فيصير لازم ننهي برانايز capillary tube وخلي capillary tube في وضع معامودي يعني خلي نقول بوضع مائل حتى على مودة الدم ينتقل من وين هو سموجود وعلى الابهام ماتك ينتقل من الابهام يصعد بالcapillary tube صعد بالcapillary tube كل ثلاثين ثانية كل ثلاثين ثانية رح تكسر جزء بسيط من الطرف ما للcapillary شون اللي انت لازم تشوفه؟ يا شباب اذا لازمت التيوب وكسرته وما اطلع اي شيء بين الجزءين المكسورات تشيل الجزء المكسور تخليه على صفحة تحسب ثلاثين ثانية اللوخ وتكسر طلع شيء لا ما طلع شيء تعوفه على صفحة شونه شوكت نوقف لما اكسر الcapillary tube ويطلع خياط خياط يربط بين الجزءين اللي اني كسرتهم ذاك الوقت معناه هذا صار عندي كلوتين اوقف عندك طريقتين للحساب لو تحسب بالوقت واللي انت اصلا يجوز بالساعة او بالتريفون رأيسا يطلع لك total number of time ويقعد تقارنة بالرينج هذا اللي موجود اليوم من 5 الى 8 او اشقد عدد الكسرات اللي كسرتهم تحسبهم وكل كسرتين تساوي دقيقة او كل الكسرات تجمحها وتقسمها على اثنين يعني مثلا كسرت 10 كسرات 10 تقسيم اثنين يعني 5 دقائق لانه الكسر الوحدة 30 ثانية 30 و 30 60 يعني دقيقة تمام فش وقت نوقف when a fine fibrine thread خيط is visible between the two pieces of tubing لما تكسر وتشوف خيط طلع بين الكسرتين علىها انت صار عندك كلوتنج على اساسة تحسب التايم هذه بالنسبة للكلوتنج تايم بالنسبة للتحليل الثاني اسمه bleeding time او يسموه Duke Methods هذا يقوم على حساب المرحلة الاولى والمرحلة الثانية اللي هي قلنا المرحلة الاولى يطلع عندنا سيروتوني نهوية فيسوي vasoconstriction الخطوة الثانية راح نسوي Temporary Hemostatic Block اللي هي تتكون نتيجة لتجمع البلايط وواحد راح يرتبط باللاخ يسوي لفد بلايط خفيفة فتشي يسد الجرح بس بصورة خفيفة حيما ما يفيدني هذا شنو define as the time taking to stop bleeding it is measure the primary face of hemostasis the interaction of platelet with the hemostatic plank اللي هي الخطوة الأولى والخطوة الثانية طبعا time ما لتهم أقل من 1 إلى 3 دقائق فقط بينما عندنا bleeding إلا عشان أكثر use for detection of platelet and vascular abnormality أنا هذا الفحص أستخدم حتى أقيس abnormality بالplatelet والabnormality بالvascular اللي هي البلاد فصل إذا البلاد فصل ما يقدر يفرز لمادة السيروتونين هاي معناها مشكلة إذا البلاد فصل ما يقدر يسوي إكسبوز للكلاجين والكلاجين ما يسحب التجاه أيضا هاي مشكلة فهاي تطلع لي هنا detection للبلاد and vascular abnormality نجي هذا شو ننسوي التحليل bleeding time procedure نفس الشي شباب نجي عقمنا لأصبع أوكي نبهام جبنا لانست تشكي لأصبع نبدأ نحسب أوكي نبدأ نحسب كل 15 ثانية كل 15 ثانية طبعا العداد ديب شي كل 15 ثانية أجيب filter paper نحن نطيكم filter paper دائرية وش أسوي ما أمسح الأصبع بال filter paper لا بس أسوي فد أقرب الفينجر من filter paper يعني بس أسوي فد التماس بسيط جدا بس ما أمسح بيها لأنه إذا مسحت أصبعك بال filter paper ش رح يصير هاي هي مستاتي إذا متكون رح تمسح رح تطير هي أصلا هي لوز هي بيقو مشلب بالمكان معناها طارت فهي ش أسوي هي بس على كيف الاصبع ويا filter paper فد لمسة بسيطة بس حتى ينتقل البلد اللي يطلع على filter paper حتى نقول بعد ال البلد بسيطة تحضر خلصة 15 ثانية الأخرى أيضا نسوي فد لمسة بسيطة 15 ثانية الأخرى إلى أن أجي أسوي 15 ثانية أجي أصبعي على هذا ما يطلع عدي دم على filter paper بهذا الوقت سأقول أن يوقف عندك البلد continue this procedure until no more bloodstain appear on the filter paper تجي تسوي touch أو تجي تخلي أصبعك ما يطلع أي شيء بس نخلي بان ما نسوي مسح قوي لأن معنا رح تطير الكلود count the number of spots on divide by four to obtain bleeding time يا ما أنتو بالحاسبة أو بالتليفون تحسبون الوقت أو بالساعة أو النقاط التي تطلعت لكم على filter paper تقسموها على 4 يطلع لك الوقت بالدقيقة لماذا على 4 لأن 15 ثانية كل spot ف4 spot يعني دقيقة واحدة لأن الدقيقة الوحدة هي 60 ثانية وال60 ثانية إذا قسمناها على 15 سيطلع لدي رقم 4 تمام لا تحسبوها بالحاسبة لا تحسبوها بالتليفون أو بالساعة وهذا الخيار بالنسبة لكم نحن فقط راح نشوف الـ لهنا يا شباب خلص عندي مختبر bleeding time floating time الشغل لا تنظبطوا لأنه ما راح تجون راح رأسا تشتغلون وأتمنى لكم كل الموافقين أي سؤال أي استفسار أتمنى تطرحوه وقت المختبر أو تكتبوه بالكلاسروم منيزل عدكم هذا البوست ومنشوفون الفيديو وتخلصوا شكرا جزيلا